يقال بأن المعاناة تولدوا لإبداع ولا شك أن اليمنيين بلوروا معاناتهم ليحولوها إلى قدرة وابتكار وتحدي ومع التحديات التي تواجهها اليمن لمنع انتشار فيروس كورونا في ظل الإمكانيات البسيطة تفرد مستشفى جبلة واحد من 22 مستشفى مخصص لعزل المصابين بوباء كورونا بعمل مركز داخل المستشفى للخياطة لغرض الاكتفاء الذاتي وتوفير متطلبات الوقاية من فيروس كورونا بالنسبة لنا كإدارة للمستشفى كان همنا الرئيسي أولا هو حماية الكادر الطبي والكادر المساند الذي سيكون هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء تم تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية ومعايير وزارة الصحة في هذا الجانب وعلى هذا الأساس بدأنا مباشرة بالتجهيز معدات الوقاية في المستشفى من خلال قسم الخياطة حيث ابتدأنا بتجهيز الماسكات الوقاية بالإضافة إلى ذلك ملابس الالفور الكاملة والجاونات اللازمة بالإضافة إلى المآذر وقمنا بشراء جزمات خاصة لهذا الجانب بالإضافة إلى شراء عدد النظارات وكتسريع لهذا الموضوع استعننا أيضا بخياط خارجيين بعد إيصال التصاميم اللازمة لهم وتجهيزهم بالمواد والأقمش اللازمة أيضا بحيث كان هدفنا كخطوة أولى أن نحصل على وقاية لمئة موظف يعني كخطوة أولى ووصلنا إلى هذا الهدف والحمد لله تعد تكلفة إجراءات الوقاية باهضة الثمن لكنها في المقابل بالغة الأهمية كونها خط الدفاع الأول لوقف انتشار الفيروس ومن هنا جاءت فكرة إنشاء هذا المعمل نعرض هنا الأصناف التي تم إنتاجها داخل المستشفى في معامل الخياطة أو بالنسبة في معامل الخياطة خارج المستشفى وكما لاحظنا هنا الأصناف التي تم إنتاجها من حيث غطاء الوجه ملابس العملية الداخلية الغطاء الرأس الماسكات ملابس العمليات وهذا كل ما تم إنتاجه اليمنيون كعادتهم يتغلبون على مأسيهم ويكابلون أسوأ الظروف في وضع يحتم عليهم أن يكون أكثر قوة وإصرار حين تشتد وطيرة الحياة وتبلغ أخصى حدا لها تتهاوى الأمنيات لكن المثابرون يروا أن دورهم يبرز هنا عند الشدة هذا ما فعله اليمنيون في مواجهتهم لجائحة الفيروس الذي ضرب العالم أجمع صباح الشغدري لقناة اليوم صنع